علاقة ما بين ستة وراجل مش متجاوزين حرام وزنة فأنا قريت وهو حرام ليه؟ أول سبب عشان خلط الأنساب ثاني سبب عشان الأمراض ثالث سبب عشان تكريم المرأة طب أول سبب لو حل ناية مش هيبقى فيه النسب وطبعا فيه وسائل دلوقتي انهو مش هيبقى فيه أي نسب حريف دل حرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي لكم جميعا أنا وسهلا بكم في الحقيقة مع سيف تحياتي لكم جميعا أعزائي المشاهدين أنت على موعد مع فيديو بيحس على الفجور باللعب بالعقول يعني السامي في العسل انتهى عصر الانفتاح اللي مليان سداح مداح ودخلنا مع بعضينا كده كلنا عصر الانفتاح على قيد أولاد الدجال عزيزي المشاهد الكريم امسك أعصابك امسك لسانك يعني بالبلد كده قوعة تتعصب أو حتى تقول كلام أبيح لأن اللي هتشوفه وتسمعه هو بداية عصر الدجال فلو عندك بقى 18 سنة فنقدر أقول لك أن ربنا يكون فعونة على اللي جاي أما بقى لو أنت أكبر من كده بكتير فأنا عايزك بقى تنزل تعمل لايكك الجميل بصبع إيدك الزغير اللي مش هياخد منك سانية إلا سانية عشان الفيديو ده يقدر يوصل للناس كلها طبعا كلنا شفنا الفيديو الفيديو عبارة عن صفسطة فرغة ما لهاش أي ستين لازمة ومحاولة اللعب بسوابة الدين ولأن الديانات التلاتة اليهودية والمسيحية والإسلام التلاتة بيحرموا الزنا وأن محاولة إخضاع وتطويع العلم الهدم الدين ده بقى كلام فرغ خالص المشكلة أن في كلمتين في قلب الفيديو مهمين جدا لازم تقف عندهم وتحط تحتهم مليون خط الكلمة الأولى لما قالت الكلمة الأولى لما قالت يقال إن علاقة الرجل والمرأة حرام وهنا كلمة يقال يعني عايزة تهدم سوابة الدين بتاعك كله لأن الزنا في الديانات التلاتة من الكبائر أصلا أما بقى الكلمة التانية لما ناهد بها الفيديو لما قالت هل بعد كل ده يبقى حرام وهنا كلمة هل مطروقة ليك أنت بقى بعد اللي هي قالته هل هتسمع كلامها ولا هتسمع كلام الدين تعال بقى نحلل كلمة كلمة الأخت قالتها أول حاجة بدأت بيها خلط الأنساب وقالت إن ممكن نستخدم وسائل معينة جدا عشان نمنع خلط الأسباب وهنا أصدها في إشارة على وسائل تنظيم الأسرة بس اللي هي ما تعرفوش إنه برضو حتى لو أي حد قدر إن هو يستخدم وسائل لمنع الحمل فهو الحمل قائم قائم لأنه هو أصلا بإيد ربنا وإن وسائل الحمل من صنع البشر ولأن وسائل منع الحمل من صنع البشر وبرضو في الأساس معتمد على العنصر البشري بس هي نسيت تماما أو حتى ما أردش في القرآن لما سيدنا زكريا في سورة آر عمران قال لربنا قال ربي أن يكوني غلاما وقد بلغني القبر وامرأتي عاقر إن اختراط الأنساب في هذه الحالة قائم لا محالة مهما تم استخدام وسائل منع الحمل لأن ده بإيد ربنا وحده سبحانه وتعالى هو من يهب الناس إناثا ومن يهب الناس بنينا ومن يجعل الناس عقيما فربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على هذا الأمر وانتقلت بعد كده على طول للأمراض وحاولت إن هي تخضع العلم عشان يبدأ إن هو يهدم سوابة الدين بتاعتك وقالت برضو إن إحنا ممكن نستخدم وسائل معينة طبعا حضراتكم عارفينها عشان نبدأ إن إحنا نمنع الأمراض بس هنا الأمراض اللي هي بتتكلم عليها هو مرض واحد اللي هو الإنس ولكن هي تناسية تماما مجموعة وكمية كبيرة من الأمراض اللي ممكن تسيب المرأة ممكن تسيب المرأة بس هي غفلة عنها تماما ممكن إن هي يجي لها حاجات معينة في منطقة الرحل بخلاف مرض الإز يكون عند السيدات وهو حاجات خاصة بمنطقة الرحم والمبايد ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا من كل شرق بعد كده انتقلت تماما دي مرحلة تكريم المرأة وقالت طالما الست رادية عن العلاقة يبقى ده أصلا تكريم لكنها نسيت تماما إن الموضوع ده بيقلد من قيمة المرأة وبيحقر من قيمة المرأة باعتبارها سلعة اللي يدفع هو اللي ينور الشرف حضراتكم إحنا قدام كارثة حقيقية بفيديو يهدم سوابة الدين في عقول أبنائنا كلنا ربنا يحفظنا جميعا ويحفظكم ويحفظ أولادكم من كل شرق خطر الفيديوهات اللي زي كده اللي هي تقدر تنتشر على التيك توك أو حتى على الفيسبوك خطرها كبير جدا خصوصا لي مجموعة من الشباب اللي هم في الوقت الحالي أعتقد إن هم بيعيد تماما عن الدين لإن إحنا مشغولين عنهم وهم أصبحوا مشغولين بالموبايلات أتمنى من حضراتكم إن أنتم تعلموا أولادكم سوابة الدين علموهم مش عيب إن إحنا نعلم أولادنا إن ده غلط مش عيب إن إحنا نعلم أولادنا عيب إن إحنا نعلم أولادنا أو حتى ما بين الفترة للتانية إن إحنا نبدأ نذكرهم بسوابة الدين فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين شكرا لكم وتحياتي للجميع